مساء الخير جميعاً اجتماع الفيدرالي بعد أقل من ساعة رح يلم فيه عن رفع أسعار الفائدة وبعدها الفيدرالي رح يخاطب الأسواق بخطاب معد مسبقاً طبعاً يتوقع بأن الفيدرالي حيرفع الفائدة بنسبة 3-4 نقطة المئوية وبعدها الخطاب اللي رح يعلن عنه الفيدرالي رح يأثر بدرجة كبيرة في تحرك الأسواق شفنا بنك جي بي مورغان بيحكي أنه لو الفيدرالي رفع الفائدة اليوم 50 نقطة أساس ممكن الأسهم ترتفع 10% اليوم وفي المقابل شفنا كثير من المحللين اللي بيتوقعون أن الأسهم اليوم ممكن تنخفض في قوة إذا كانت تصريحات الفيدرالي شديدة وهنا بيجي السؤال اللي وصلني من كثير من المتابعين الصفحة هل نشتري الأسهم أو المؤشرات أو نبيع الأسهم أو المؤشرات وشو توقعي لقرار رفع الفائدة خلوني أجاوبكم على هذا السؤال من وجهة نظر للأشخاص المهتمين بالمضاربة أنا شخصيا ما بعرف وما في أي حدا بقدر يعرف شو رح يكون قرار الفيدرالي شو رح يكون تصريحات الفيدرالي والآن من هيك كيف الأسواق المالية رح تتفعل مع تصريحات الفيدرالي وصدقوني الموضوع كتير صعب رح أعطيكم مثال مبارح كانت أرباح شركة اير بي ام بي اللي سهمها حقق أرباح ممتازة جدا حققت يمكن أفضل نتائج في تاريخها ومع هيك السهم اليوم تراجع 10% بالتالي بقدر نحكي أن الأسهم في فترة مضطربة جدا ومش ضروري أن تكون تصريحات الفيدرالي اللي إحنا بنشوفها جيدة المستثمرين نشوفوها جيدة وبالتالي كل إشي وارد والأسهم اليوم تتحضر لحركة عنيفة في الصعود أو بالتراجع لذلك نصيحتي لكل شخص بده يضارب في الأسهم لا تضارب في الأسهم خلال الأسبوع الحالي يعني هاي النصيحة نصحتها للمتابعين بفيديو الأحد وبرجعوا بأكد عليها وبالنسبة للناس اللي داخلين صفقات مضاربة سواء كنتوا ربحانين أو خسرانين الأفضل إنكم تنسحبوا من صفقات المضاربة قبل اجتماع الفيدرالي بغض النظر عن الصفقات شو رح تكون لكن أنا هون عم بحكي بنسبة للمضاربين وصلتني مجموعة من الأسئلة بالنسبة لناس بيستثمروا في الأسهم وخايفين من قرار الفيدرالي اليوم يكونوا فيه إلو تأثير على حركة الأسهم بالتراجع أو بالارتفاع وهنا أنا خلينا أوضح شغلة إذا أنت مستثمر في الأسهم فإنت دائماً بتطلع للمدى الطويل وإذا أنت كنت مختار أسهم ممتازة فلازم تتأكد أنه بغض النظر الفائد بترتفع أو بتنخفض أو العالم بروح لركود أو لا الأسهم الممتازة مع الوقت رح ترجع ترتفع وحتعق لك أرباح ممتازة لذلك إذا أنت شخص مستثمر مش لازم تهتم بقرار الفيدرالي ولا لازم أصلاً تفكر فيه ولا حتى تفكر أنك تبيع أسهمك بغض النظر كنت ربحان فيها أو خسران فيها لأنه أصعب إشي في العالم ممكن تقدر تعمله هو إشي بيسموه بالإنجليزي timing the market يعني أنك أنت تفكر أنك أنت عندك القدرة أنك مثلاً تبيع أسهم تسلا مثلاً اليوم عشان تشتريه بعد ثلاث أو أربع أيام بسعر أقل ومع أنه هاي الحركة ممكن تزبط وفي بعض الناس بيجربوها وتزبط معهم لكن أغلب المستثمرين أو المضاربين اللي بيحاولوا يعملوا هاي الحركة إنه مثلاً الساهم اليوم بسعره عالي ببيعه أنا هلأ وبرجع بشتريه بعدين بسعر أوطى أغلب الناس اللي بيعملوا هاي الحركة بالعادة ما بتزبط معهم لذلك ما تعملوا هاي الحركة في استثماراتكم وأما بالنسبة للمضاربة فبرجعوا بأكد حاولوا ما تكونوا في أي صفقات مضاربة خاصة إذا عم تستخدموا رافع عملية مع اجتماع الفيدرالي الحالي لكن إذا أنتوا دخلتوا صفقات مضاربة في أسهم ممتازة ومش مستخدمين الرافع عملية وما عندكم مشكلة تعلقوا في هاي الأسهم هذا طبعاً موضوع ثاني مختلف كلياً النقطة الأخيرة اللي حاب أبينها هو أنه في اجتماع الفيدرالي اليوم كل الاحتمالات واردة وعلى الأغلب أنه تصريحات الفيدرالي ما راح تكون متساهلة مع الأسواق لأنه شفنا أنه أرقام عدد الوظائف المتاحة خلال شهر أكتوبر المعروف اختصاراً بجولز شفنا الرقم إيجابي جداً اليوم شفنا أرقام ADP كمان إيجابية بنسبة أعلى من المتوقع وهذا دليل على أنه أسواق العمل بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية لسه لا تزال في حالة قوية جداً لكن إذا وهنا لكن كبير إذا اليوم تصريحات الفيدرالي بأكد فيها مرة تانية على أنه الفيدرالي راح يكون data dependent وبعدها بغض النظر الأسهم تتلاجع أو بترتفع مش مهم إذا بعديها بيجي يوم الجمعة اللي هو بعد بكرة وبيجي تقرير non-farm payrolls اللي هو تقرير الوظائف الأمريكي أقل من المتوقع بدرجة قوية والأسبوع القادم بيجي تقرير الـ CPI متراجع بدرجة محترمة يعني بنلاقي حالنا أخيراً بمستويات سبعة ونص وأقل وقتها ممكن نقدر نبدأ نحكي أنه التضخم عم بخف وممكن الأسهم تبدأ ترتفع مرة تانية لأنه راح يصير فيه أمل حقيقي أنه الفيدرالي ممكن فعلاً يبدأ يخفف من رفع الفائدة ابتداء من شهر ديسمبر هل هذا الكلام معناته أنه إحنا نبدأ نشتري الأسهم تحضيراً لهاي اللحظة اللي بتصل فيها الأسهم للقاع أنا طبعاً من فيديو الأحد وضحت أنه هلأ الوقت اللي بنقدر نبدأ فيه نشتري الأسهم الممتازة لكن بشكل تدريجي القاع ممكن يكون أوطى من الأسعار الحالية بعشرة في المية ممكن يكون أوطى بعشرين بالمية وممكن إحنا نكون أصلاً وصلنا القاع عند مستويات 10,088 نقطة عند الناس دك وما ترجع الأسهم لهذه المستويات مرة تانية ما حداً بقدر يعرف لكن هلأ الأسهم الممتازة صارت أسعارها كتير رخيصة وبنقدر نبدأ نشتريها تدريجياً لو مثلاً كل شهر بنسبة 10 إلى 20% من المبلغ اللي إحنا حابين نستثمره في كل سهم بشوفكم إن شاء الله في حلقة قادمة حتى نعلق على قرار الفيدرالي وحركة الأسواق لكن وجدت أنه الأفضل والأهم أني بدل ما أعلق على قرار الفيدرالي بعد ما يطلع أني أعلق عليه قبل ما يطلع لأنه كتير من المستثمرين والمضاربين أنا حسيت أنهم ممكن يتخذوا قطوات أو قرارات تكون شوي متسرعة قبل اجتماع اليوم أتمنى لكم التوفيق جميعاً وما عني مش كتير متفائل لكن بتمنى من كل قلبي أني أكون غلطان وأني أشوف الأسواق ترتفع 10% اليوم من بيعرف الله كريم بشوفكم على خير